موضوع السجن الجديد ويشكله والمبنى الصرح الكبير النهاردة هنتكلم عنه بشكل مختلف حبتين كل ضيوفنا قالوا انه ده مجرد تلميع لملف حقوق الانسان علشان الخارج الجديد بقى انه في محامين يتكلموا عن عملية نقل بعض المساجين او المحبوسين للسجن ده موقع مدى مصر نشروا وقالوا خليني ارى جزء مما جاء في هذا الخبر انه المحامي اسامة بيومي قال انه عرف من اهالي عدد من المسجونين بسجن اليمان طورة ان ادارة السجن ابلغت عدد من النزلاء بنقلهم الى مجمع السجون ود النطرون الجديد في غضون عدة ايام وبلغت ودي مهمة اللي جاية بلغت اخرين بنقل عدد من المحبوسين احتياطيا المحبوسين بسجن طورة تحقيق الى عدد من السجون الاخرى بطورة والاناطر يعني عملية التفريغ اللي بتتم داخل السجون مش انك بتنقلهم لمكان جديد اهم وافضل واحسن لا ده انت بتلعب بالناس وتدورهم في اماكن تانية طيب الحكاية هنا فين بقى وانا عاوز اقول ايه من الكلام ده عاوز اقول انه اللي حصل قدام حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت انه في عدد من المحامين طلبوا وزارة الداخلية بابلاغ المساجين وده حقهم وده المفترض واثرهم بالتنقلات لازم تبلغوهم بالتنقلات في جميع السجون اللي سيتم اخلاقها ومراعاة تبلغ الاسرة تبلغ الاهل باماكن السجون الجديدة اللي هيتم توزيع فيها الناس فين لهناك طيب ايه كمان انه لازم تراعي ظروف وده مهم بقى ظروف هذه الاسر خاصة في التوزيع الجغرافي طيب وانه مش لازم نكبد الاسر مصروفات اضافية لما تنقل الناس الى اماكن اخرى مش عاوزين نحمل لازم يكون فيه مراعاة لعدم تكبيد الاهالي معاناة اضافية من الانتقال لمناطق بعيدة يبقى اذا الموضوع لما يتنفذ فيه سجون هتتقفل بالفعل واللي احنا بنفضي علشان يحطوا فيها معتقلين تانيين بطريقة تانية مش مفهومة ده اللي احنا هنفهمه خلال الفترة اللي جاية وده اللي احنا هنحاول مع بعض تتكشف كثير من التفاصيل نفهم منها طبيعة عملية الاخلاء والنقل من سجن لسجن ومن مكان لاخر مع مراعاة حقوق الاسر انها تتبلغ بالمكان وان تكون ضمن توزيع جغرافي معين يراعي ظروف الناس وامكانياتها اللي باتت تستلف ليل ونهار علشان تود هدمة او اكل او شربة او دواء وفي الاخر يتمنع الموضوع موقفش عند كده لكن التايمز البريطانية اتكلمت عن السجن الجديد وقالت عنه انه مجمع السجون الجديد بمصر افضل من سكن المصريين نفسهم وجه في تفاصيل الخبر انه مصر تقوم بميناء مجمع سجون على احدى استراث يضم مرافق حديثة جيدة التهوية مستشفى ملاعب رياضية وفي خطوة اثار عدم تصديق النزلاء السابقين في السجون سيئة السمعة في البلاد ويحتجز ما يقرب من الالاف داخل السجون من السياسيين الى جانب المجرمين والجهاديين في سجون قذرة ومكتزة ده كلامهم هم وان هذه الظروف القاسية والعنيفة لدرجة ان مسؤولي النظام بيشتكوا من مستواها وكان الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد هو واحد من العديد من السجناء البارزين اللي قضوا في هذا السجن في السنوات الاخيرة وان المجمع الجديد يحتوي على زنازين جيدة جيدة في ايه في الاضاءة ونظيفة مع اسرة وملايات وبطنيات جيدة ومزرعة ومكتبة ومركز تعليمي وعند اكتماله فانه سينضم مجموعة من الورش وفقا للنشرات الدعائية اللي علاية عنها وزارة الداخلية وقالت التايمز هنا انه تم الاستهزاء بمجمع السجون واظهر احد الرسام رسام الكراكتير في مصر شخص يحاول التسلل لكن الحارس بيمنعه قائلا آسف لقد امتلأ المكان اللي هو أسطل لسه فاضي اذا ده شكل من اوجه قراءة الصحف العالمية والدولية لما يحدث داخل هذا السجن الجديد اللي بيحاول يحسن من صورته زي ما قالت التايمز البريطانية وعلشان فعلا الواقع عكس اللي بيتصدر للناس فده جزء من العالم كله فاهم كويس انه هذه السجون ما هي الا سجون شكلية ليس لها ارتباط بالحقيقة وانه ما يتم حسب شهادات المحامين قبل شوية نقل السجناء في سجون تم الاعلان عن اغلاقها لا يتم نقلهم الى هذا السجن الجديد المرفه اللي هو زي ما قالت التايمز افضل سكن افضل من سكن المصريين نفسهم فده معناه انه الناس رايحين الى اماكن اخرى ليس هذا السجن تحديدا مين بقى جواه مين براه هيحصل ايه في السجون الفضية ده الايام اللي جاية هتكشف لنا هذه التفاصيل بشكل افضل بعد الفاصل مشاهدين الكرام عندنا نقاش حول طلب المفاوضية الافريقية الحقوق الانسان وحقوق الشعب من مصر تعليق احكام الاعدام اللي صدرت مؤخرا بحق 26 معتقلا مصريا بعد الفاصل مشاهدين الكرام انتظرونا مع ضيوف حلقاتنا الكرام